لنحاول أن نلخص الآن ما رأيناه في هذه الوحدة الثالثة رأينا في البداية معنى المهنة في اللغة والاستلاح ثم رأينا معنى أخلاقية المهنة في المطلق في العموم في جميع المهن يعني التعريف العام لأخلاقية المهنة ثم بعد ذلك مررنا إلى الضوابة المدنية للمهنة ثم الضوابة الشرعية للمهنة طيب الآن لو خصصنا على مجال التربية والتعليم ليكون حديثنا الآن خاص بمهنة التربية والتعليم فمن مقصود بميثاق ميثاق أخلاقية مهنة التربية والتعليم طبعا التربية والتعليم مهنة من المهن دون شك ولو أني أميل باستمرار إلى اعتبارها رسالة رسالة لأن فيها معنى نبل وأخلاقية الممارسة التربية ثم أنه مصطلح التربية مصطلح أعم من التعليم كما هو معروف وهو مصطلح مشحون بدلالات النبل والرسالة والمسؤولية فميثاق أخلاقية المهنة في الطريب والتعليم يعني هل أن مهنة المعلم متروكة له بشكل مطلق يعني بشكل مزاجي يتصرف فيها كما يريد هل هو المتصرف الوحيد يعني بكل حرية مطلقة بدون ظوابط بدون تقييد بدون قواعد ويتصرف هكذا دون أي يعني الجام أو دون وجود مبادئ تنظم الواقع المدرسة بصورة عامة المدرسة هي مؤسسة اجتماعية وباعتبارها مؤسسة اجتماعية بالأساس فهي لديها مسؤولية ولديها مهمة أساسية ما هي مهمة المدرسة هذا بعجالة نفتح قوسين لماذا ما هي مهمة المدرسة وما هي مسؤوليتها بالدرجة أساسية المهمة الكبرى طيب إنتاج مواطنين أكفة لهم مهارة لهم تفكير ناقد تفكير إبداعي مواطنين متوازنين كل هذا نجده في سفر ما يسمى بسفر البرامج أو سفر المقررات أو الكتابات الأساسية التي تنظم سياسة التعليم في كل بلد تقريب كل بلدان العالم نجد فيها حتى في اليونسكو ميثاق اليونسكو للتعليم مفتقرر اليونسكو السنوية للتعليم التعليم للجميع الميثاق الشهير اليونسكو يصدر سنوياً التقرير العالمي حول التعليم في العالم اسمه التعليم للجميع Education pour tous Education for all هذا التقرير السنوي يصدر في باريس عن اليونسكو عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم الثقافة تقرير يكون شامل في 300 صفحة 400 صفحة ويحدد دائماً مهمة المدرسة ومسؤولية المدرسة لكن بالعموم يعني بشكل أشهر مهمة للمدرسة هي ما ذكرها المفكر الأمريكي جون ديوي من أن المدرسة مسؤوليتها الأولى هي إعادة إنتاج هنا مصطلح دقيق في الواقع إعادة إنتاج الهيئة المستقبلية للمجتمع إعادة إنتاج Reproduction إعادة إنتاج الواقع كلمة إعادة إنتاج هذا مصطلح سوسيولوجي مصطلح في علم الاجتماع التربوي المعاصر إعادة الإنتاج نجدها خاصة عند بير بورديو السوسيولوجي الفرنسي حينما يتحدث على أن المدرسة في المجتمع الرأسمالي الصناعي الحديث مهمتها أنها تخدم الطبقة الثرية والطبقة السيدة والطبقة المترفهة والطبقة المتحكمة بالمجتمع هذه الطبقة تستخدم المدرسة من أجل إعادة إنتاج نفس المجتمع أي الطبقية والحفاظ على مصالح المستفيدين من الوضع الطبقي هذه فكرة إعادة إنتاج الثقافة إعادة إنتاج البنية الاجتماعية القديمة جون ديوي لا جون ديوي يقصد بإعادة الإنتاج مسألة ثانية فمهمة المدرسة حسب جون ديوي هي أن تعيد إنتاج المجتمع المستقبلي ولكن بعد أن تنقيه من عيوبه في النموذج الحالي يعني النموذج الحالي للمجتمع يكون به عدة عيوب تكون به عدة نقاص تكون به عدة إخلالات المدرسة ماذا تفعل؟ المدرسة تحاول أن تبني نموذج اجتماعي جديد يتجاوز النقاص الحالية فتقدم لنا هيئة اجتماعية مستقبلية حسب جون ديوي أصلح من الهيئة الحالي هذا حسب جون ديوي طبعا نجاح المدرسة الأولى لذلك جون ديوي يعتبر أن المدرسة عبارة عن ذراع اجتماعي مثل الروبو الذي يمتلك ذراع يمسك بها الأشياء ويتحرك بها وينجز بها الأشياء فإن المجتمع يمتلك هذه الذراع وهي المدرسة لينشأ وليحقق بها أهداف المرسومة له أهم هدف هو إعادة إنتاج لأن المجتمع في نمو متطور وهو في حالة إعادة إنتاج دائمة المجتمعات دائما تعاد ويعاد بنائها باستمرار لأن إذا توقف إعادة الإنتاج ركد المجتمع ومات المجتمع فمهمة إعادة الإنتاج هذه موكولة إلى المدرسة بقدر ما تنجح المدرسة في إنتاج مجتمع أفضل أفضل بقدر ما لاحظ مجتمع مثل سنغافورة كيف بني هذا المجتمع كل مجتمعات العالم في واقع الأمر المجتمعات الكبرى والعظيمة والمتقدمة تقوم أو تنتج كمجتمعات جديدة ومجتمعات متطورة على إصلاحات تربوية لاحظ أنه في تاريخ كل مجتمع متقدم اليوم قامت هناك إصلاح تربوي أساسي هو الذي مهد لنمو وإزدهار ذلك المجتمع هذا حدث تقريبا في كل مجتمعات الدنيا يقول لك أي مصلح عالمي يقول لك أني أبدأ من الأساس الأساس هو المدرسة إذا استطعت أن أبني مدرسة جيدة فإنني سأنتج مجتمع فيما بعد جيد إذن مهمة المدرسة تنجح بقدر نجاحها في إعادة إنتاج مجتمع بديل مجتمع جيد مجتمع متطور مجتمع متقدم لذلك هذه المهمة لا تنتج باعتبارها مسؤولية كبرى إلا بوجود ميثاق أخلاقي لذلك قلنا ولخصنا من خلال دراستنا لعدة بحوث في هذا المجال وجدنا أن أقرب تعريف لميثاق أخلاقية المهنة في المدرسة في التربوي التعليم هو كونه هذا الميثاق هنا لاحظ عبارة الميثاق الميثاق هو العقل هو الميثاق من فعل وثقة وثقة ليس كتبة وثقة معتها شدة الميثاق هو العقال عقل شدة في جسمه شدة في عقل الجملة يعني شده وربطه فالميثاق هو الذي يشد هو الذي يربط هو الذي ينظم فهو إذن ميثاق أخلاقية المهنة في التربوي التعليم هو مجموعة من القيم العليا لاحظ قواعد أخلاقية علية التي يسعى المعلمون إلى الالتزام بها أثناء ممارسة العمل أثناء ممارسة العمل وتعبر عن مستوى توقعات المجتمع من سلوكيتهم هذا أورده دكتور عفيفي وغيره الحقيقة ونحن حاولنا أن نجمع من ذلك هذا التعليم إذن أخلاقية المهنة في التربوي التعليم مجموعة من القيم العليا التي يسعى المعلمون إلى الالتزام بها أثناء ممارسة العمل انتبه معي أثناء ممارسة العمل وتعبر هذه القيم أيضا ليس فقط عن بعد أخلاقي يلزم المعلمين وإنما عن انتظارات المجتمع ماذا ينتظر المجتمع من المعلمين لأن هذه القيم من أنتجها أنتجها المجتمع من وضعها للمعلمين المجتمع وهي هي عبارة عن سقف انتظارات المجتمع من المعلمين هذا هو إذن بشكل دقيق وبشكل مختصر وبشكل مباشر تعريف ميثاق أخلاقية المهنة في التربية والتعليم ترجمة نانسي قنقر